السلام عليكم ورحمة الله Freedom أو الحرية هي الكلمة التي يتغنى بها الغرب ويدعمونها ليلة نهار ويقيمون الدنيا على رؤوس من يقترب من هذه الحرية طيب طالبة في كلية الحقوق في جامعة نيويورك اختارها زملائها كي تقول كلمة الطلاب في حفل التخريج وعبرت عن رأيها وعبرت عن قناعتها بكل حرية فماذا كانت النتيجة؟ إسرائيل تواصل إطلاق الرصاص والقنابل بشكل عشوائي على المصلين تقتل الصغار وتهاجم الجنازات والمقابر وتشجع عصابات الإعدام خارج القانون على استهداف منازل الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية وهي تعتقل الأطفال الفلسطينيين وتواصل مشروعها الاستعمارية الاستيطاني المتمثلة في طرد الفلسطينيين من منازلهم ما تزال النكبة مستمرة والصمت لم يعد مقبولا شجاعة هذا ما كانت تعتقد أن أمريكا الحريات وحرية التعبير وأنها تخرجت من كلية الحقوق فستدافع عن حقوق الناس عادها ما مارستش المهنة عادها في الكلية بس قالت أدين ماذا قوم به الكيان الصهيوني من عمليات القتل والقصب للأراضي الفلسطينية المحتلة بس تصدرت الصحف الأمريكية ووصفوها بمعادات السامية وبعض الشبكات التلفزيونية العالمية كشبكة فوكس وصفتها بالدنيئة وأطلقوا عليها لقب إرهابية وشوهوها بكل ما تحمل الكلمة من معنى والكونغرس الأمريكي اجتمع وأعضاء مجلس الشيوخ طالبوا بإغلاق الجامعة شفتوا حرية التعبير اثبتي خليك هنا نحتاجك شفتوا حرية التعبير في الغرب شفتوا كيف يتشدقوا بحرية التعبير هذه طالبة حقوق تخرجت قالت أدين بس هيغلقوا جامعة نيويورك مما اضطر الجامعة أن تعتذر وتقوم بحث في الفيديو كلمة الطالبة طلع لنا قبل ثلاث أسابيع وقال لنا فيه تصريح أنه أكبر خطر يهدد العالم هو الإرهاب الإسلامي شفوا حد تكلم عندنا حد طالب بأغلاق سفارة حد طالب بطرد البعثة الدبلوماسية حد طالب باعتذار حد طلع رد عليه بس أعمل تصريح لا مع أنه جهة رسمية كيا الرسمي وزير الداخلية الفرنسي ما حد تتكلم نحن المسلمين خلال مش فاضين إحنا أصلا كل دولة عربية مالهية بمصايبها أما هم بس طالبة فتاة شابة خريجة حقوق قالت كلمة هيغلقوا جامعة نيويورك هذه هي الحريات التي يدعو لها الغرب هي هذه اللي يقول لك أرض الأحلام أمريكا أوروبا الحريات الديمقراطيات الانتخابات الحرة تعلموا منهم كيف حرية التعبير وكيف تحترموا شعوبكم شاية شفتوا ها شفتوا يلا روح أنت الآن في أمريكا والأوروبا وفتح لك فكرة اليهود تحزن نفسك رجعت للعصور الوسطى لأيام الحملات الصليبية والإبادات ومحاكم التفتيش وحكم الكنيس هو كذا هو أنت عندك حرية التعبير في الدفاع والترويج للملونين لكل أنواع الانحراف الجنسي لتحرر المرأة لنزع الحجار لكل شيء انت حر لكن تقرب من اليهود تقرب من إسرائيل تقرب من السياسة الأمريكية العليا انسى يا بابا شفتوا كيف بس حلا بينضحك علينا وبنتوحم الحلم الأمريكي ما عنده البنت صد ما قال شيء